اشوف الفيديو بيكون طويل ما ادري كم بيوصل دقيقة ولكن غالبا بيكون طويل فرح تكون فكرة حلوة انك تسوي لك كذا كوباية شاي ولا كوباية قهوة وترجع نروق على الفيديو مع بعض يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم الجماعة ان شاء الله تكونوا دايما بخير وصحة وعافية شكرا لكل من سأل وشكرا لكل من اطمأن فعلا كلماتكم ساعدتني كثير وواستني كثير في مرضي اه وابشركم اليوم انا بخير ورجعت مثل الحصان يعني مثل الحصان اللاربع فيب على السريع عزيزي الوجيه سوي لك للفيديو لانه مرة مهمة بيساعدني كثير ولو كنت ضيف جديد على القناة احب اقولك اهلا وسهلا نورت الحتة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول وتعال بالمرة تابعني على سناب شاتناتها بعد الاطراف الحديث ونشطح قليلا انا وجود وتوصيات وكذا وقصص كلام فاضي غير كذا اربط حزامك عزيزي الوجيه وخلينا نبدأ واخيرا وبعد مضاربة مع نفسي ومع جدولي المزحوم بالدوام والاشغال والافلام والمسلسلات والانيميات والقصص قدرت اني اتابع جميع الافلام المرشحة لجائزة افضل فيلم في حفل الاوسكار القادم وللامانة وبالرغم من الظروف القاسية اللي واجهت عالم صناعة الافلام الا انه كل فيلم من السبعة افلام كان مميز الا واحد يعني وخطت معهم تجربة حلوة باجوائهم وقصصهم المختلفة صحيح ان ماهي اعظم سبعة افلام وقد تختفي وتتلاشى ذكرها مع مرور الوقت ولكن خلونا ما ننسى انه هذه السبعة افلام شقت طريقها بكل بسالة الى حفل الاوسكار رغم انف جائحة كورونا فيلم ذا فاضر خلاني افهم مشكلة الخرف والتقدم في السن والشعور بالوحدة والقرب من الموت فيلم جوداز ان ذا بلاك مسايا خلاني اعرف اكثر عن حزب الفهد الاسود او بلاك بانثر وقصة كفاحهم فيلم مانك اخذني في رحلة الى بداية السينما وبالتحديد الى الثلاثينيات في هوليوود وعن تطور السينما في هذه الفترة فيلم نوماد لاند خلاني اتعرف اكثر على الرحل والناس اللي حياتهم خالية من الروتين المعتاد وعن ايش معنى انك تكون وحيد في هذه الحياة فيلم ساوند اوف دا ميتل ازعجني بصمته وهدوءه تركني استشعر قيمة اشياء كثيرة من حولي ومن ضمنها حواسي فيلم ميناري علمني ان العائلة اهم من اي شيء ثاني في الحياة وان الحياة السعيدة موجودة في العائلة السعيدة وليست معتمدة على اي مكان او زمان واخيرا فيلم The Trail of the Chicago 7 تعرفت فيه على واحدة من اهم القضايا والثورات اللي حصلت في الستينات في فيديو اليوم رح نلقي نظرة سريعة على كل فيلم من هذه الافلام المرشح للفوز بجائزة الاوسكار وفي نهاية الفيديو رح اعطيكم توقعي للفيلم اللي رح يفوز بجائزة افضل فيلم لهذه السنة في حفل الاوسكار وسواء اصبت ولا اخطأت رح يظل القرار اللي اتخذته هو القرار اللي انا مقتنع فيه واشوف انه فعلا جدير بالجائزة فخلونا نبدأ على السريع لاني كثرت هرج الفيلم الاول The Father واللي قبل ما يكون فيلم هو في الاصل مسرحية تم اصدارها سنة 2012 عن رجل كبير في السن يرفض كل مساعدة تعرضها عليه بنته والمجتمع من حوله وبينما يحاول فهم ظروفه المتغيرة يبدأ في الشك في حقيقة كل شخص حوله من احباؤه وحتى نسيج واقعه الفيلم يتناول واحدة من اصعب المراحل اللي يمر فيها الانسان وهي مرحلة نهاية العمر او مرحلة ما قبل الموت او الشيخوخة بشكل عام مع اشكالية الخرف يا جماعة احنا نتكلم عن رجل جالس يفقد نفسه بشكل تدريجي هذا اذا ما كان فقدها وانتهى وبدأ يفقد القدرة على تمييز الواقع من الوهم رجل بدأ يستشعر كل شي حوله بشكل سلبي مهما كان وضعت ساعة يده يعتقد انها انسرقت لو بنته ما كلمته يعتقد انها استغنت عنه وتركته وحيد لو تكلم معاه غريب يعتقد انه شخص يحاول يؤذيه خليط من ذكريات الطفولة والشباب قدر ينمزج مع عقل شخص خرف وكبير في السن وكون لنا شخصية متخبطة المشاعر تائها وخائفة من مصيرها المحتوم انا وانت عزيزي الوجيه ما رح نفهم هذا الشعور كوننا لسه شباب وما فينا الا العافية وعقولنا ما زالت تمييز الماضي من الحاضر والحقيقة من الوهم لكن المخرج والكاتب والبطل القدير انثوني هوبكينز عرفوا كيف يخلوني نحس بجزء كبير من مشاعر البطل او الشخص المصاب بالخرف بشكل عام فكرة انه الكل استغنى عنك فكرة انك بتصير وحيد وان الموت كل ماله يقترب منك خطوة فكرة انه العالم كله عايش حياته لحظة بلحظة وانت جالس تدور على ساعتك اللي تحسب فيها كم باقي من عمرك مشاعر كثيرة قدري مررها لي الكاتب من خلال شخصية انثوني ومن خلال مرضه وخوفه الفيلم للامانة توهني اكثر مما فهمني وبعدني عنه اكثر مما صافحني وهذا الشي لا يعني ان الفيلم سيء او انه هذه مشكلة على العكس تماما اعتقد انه هذه هي الفكرة من صنع هذا الفيلم اصلا انه يخليك تحس بهذا الشعور كوني حسيت بهذا الشعور فمعناته ان الفيلم وصلت لرسالته فيلم جدا رائع والتجربة الدرامية فيه برضو جدا ممتازة وخفيفة اداء انثوني هوبكنز بدور الاب جدا مثالي ولا عليه غبار اوليفيا كولمن بدور الابنة برضو اداءها جدا خرافي التصوير كله ما بين كم غرفة صغيرة فما راح تلقى متنفس بصري فسيح في الفيلم شوية في غرفة النوم شوية في المطبخ شوية في الصالة مع اختلاف بعض عناصر البيت حسب ما يطلبه النص او المشهد الفيلم حصل على تقييم 8.3 من 10 على موقع ايم دي بي وشخصيا اعطيته 8 من 10 مدة الفيلم ساعة ونصف ومناسب لمن هم فوق 13 سنة الفيلم الثاني مانك قبل نخوض في تفاصيل الفيلم وقبل نتكلم عن قصته الفيلم كتب السيناريو تبعه جاك فينشر الاسم مش غريب عليكم كده طيب في حال انك ما تعرف هو والد المخرج الكبير ديفيد فينشر اللي اخرج لنا الكثير من الافلام العظيمة مثل سيفن وفايت كلاب وغيرها واخراج هذا الفيلم بواسطة الابن ديفيد فينشر يعتبر هدية الى روح والده جاك فينشر طيب عرفنا هذه المعلومة ومهمة هذه المعلومة اوكي نكمل الفيلم من نوع سيرة ذاتية بطابع ديرامي كوميدي يحكي قصة صناعة الفيلم الشهير سيتسن كين وهو واحد من الافلام اللي غيرت صناعة السينما وما زال اثرها موجود الى يومنا هذا في معظم الافلام اللي جالسين نتابعها الفيلم هذا علشان يخرج للناس ويرى النور ويعرف في صالات السينما واجه مشاكل جدا كبيرة مشاكل كتابة مشاكل كتاب مشاكل شركات انتاج مشاكل حقوق خيانات اخذ وعطة سكر وحوادث شوية سياسة على شوية تجارة فوضى ما الله بها عليم حصلت قبل ما يتم صناعة فيلم سيتسن كين يرويها لنا هذا الفيلم وفي نفس الوقت وبشكل غير مباشر الى احد كبير الفيلم يتناول سيرة حياة الكاتب هيرمان جيم مانكويز او مانك ماهو سيرة حياته كاملة ولكن فترة زمنية معينة في حياته وبالتحديد اثناء كتابته لفيلم سيتسن كين العادة لما اقول لك فيلم في الاربعينات والثلاثينات تتخيل كذا شي بالاسود والابير وهذا الفيلم تم تقديمه باللون الاسود والابيض كجزء من محاكاة تخيل المشاهد لهذه الحقبة الزمنية وكون الفيلم يتكلم عن قصة صناعة واحد من اهم الافلام فكان فيه لمسات جميلة تخليك تعيش جانب كتابة القصة وكأنك عايش مع الكاتب وهو يكتب فتم تقسيم الفيلم الى عدة اجزاء على طريقة كتابة السيناريو كل شوية تيجي كده شاشة سودة وينكتب فيها بصوت الالة الكاتبة الحدث اللي راح نشوفه وهل هو في الوقت الحاضر ام فلاش باك ومن هذا الكلام للامان انا شخصيا عجبتني هذه الحركة الى حد كبير كونها تسهل للمتابع فهم مسار الاحداث اللي احسه شوية مخربط الفيلم بشكل عام جيد ما هو سيء ولكنه جيد ما هو ممتاز ولكنه جيد على القلب النسبة لي الفيلم كان بيرمي شوية معلومات عن صناعة السينما وعن الكتابة وعن استغلال الممثلين والممثلات في هذه الفترة وبرضو عن الاشكاليات الحاصلة بسبب تنافس شركات الانتاج مع بعضها البعض في هذه الفترة وعلش انا اكون صريح معاكم انا كوجيه كشخص يبغى يشوف فيلم متماسك ما لقيت هذا الشي في فيلم مانك فيه لخبطة فيه دوامة من التشت تدخلني فيها سيناريو فينشر ما خلتني استمتع بالفيلم بشكل كامل حسيت كده اني جالس اتابع عمل غير مكتمل او حلقة اخيرة من مسلسل قصير شوف هو الناس اللي عندهم معرفة بتفاصيل القصة من خارج الفيلم ممكن ممكن يستمتعوا فيه بشكل اكبر ويكون اكثر منطقية بالنسبة لهم ولكن كشخص ما يعرف شي عن مانك ولا عن القصة اللي حصلت قبل كتابة فيلم سيتزن كين غالبا راح تواجه صعوبة في الانسجام مع الفيلم اما بالنسبة للتمثيل فالممثل القدير قاري اولدمان واحد من الاشياء اللي خلتني اتابع الفيلم للنهاية للامانة ولولا ظهوره المتكرر واداءه الجميل كان وقفته الفيلم صراحة ولا كملته دوره وتجسيده لشخصية مانك كان جدا جدا رهيب والمشاهد اللي يكون فيها حوار مطول له مرة كانت تبسطني برضو الممثلة اماندا كان لها دور جميل بالرغم من انه تواجدها ما كان بشكل كبير الفيلم حصل على تقييم سبعة من عشرة على موقع ايم دي بي وتقييم الشخصي للفيلم ستة ونص من عشرة مدة الفيلم ساعتين واحد عشر دقيقة ومناسب لمن هم فوق ثمنتعشر سنة الفيلم الثالث ميناريا ميناريا يا جماعة هي نبتة تنمو في شرق اسيا وهي اشبه بنبتة الجرجير اللي نعرفها يعني ان صح القول ولكن ميزة هذه النبتة انها تنبت في اي مكان وفي ظل اي ظروف تقريبا وفي اي وقت طالما انه حولها مياه ولكن هل النبتة هذه من قصة الفيلم نصيب اكيد اما اللي بيسموه ميناري كده عمل على بطال يب لها نصيب وراح تكتشف بنفسك في حالك ما تابعت الفيلم للحين فيلم ميناري ببساطة هو عمل درامي بحث تم تقديمه بقالب هادئ يلامس قلوب الناس اللي تحب الدراما البسيطة ما بين المزارع الخضراء والمروجة الجميلة والوان الطبيعة الساحرة وأصوات المطر والأنهار في البداية ممكن تعتقد انه ميناري فيلم كوري بس انه مشكوري بالرغم من انه ابطال الفيلم كوريين او من اصول كورية ويتكلمون باللغة الكورية داخل الفيلم وبالرغم من انه الفيلم يناقش قصة اسرة كورية هاجرت من كوريا الى امريكا وبالرغم من انه المخرج لإسحاق امريكي من اصول كورية الا ان الفيلم مصنف كفيلم امريكي ما علينا في الكلام هذا يهمنا الفيلم إيش قدم لنا في النهاية إن شاء الله يكون يتعمل في المذيخ ألا جايكوب ينتقل هو وزوجته وابنته وابنه الصغير إلى بيت جدي الأب سعيد أنه انتقل إلى هذا البيت لأنه ما كان يستهدف البيت بقدر ما كان مستهدف الأرض الزراعية اللي حوله الأم زعلانة من البيت الجديد كونوا أشبه بسيارة ضخمة مرمية وسط المجهول وبعيد عن الناس وعن البشر الأطفال مبسوطين إلى حد كبير وما عندهم مشكلة بوجودهم في هذا البيت طالما إنهم مع أمهم وأبوهم من بداية الفيلم راح تستشعر الصراع اللي حاصل ما بين الزوج وزوجته وتأثيره على أبنائهم فضلا عن الصراع الروحاني أو الديني ما بين الاثنين الزوجة إنسانة روحانية وتروح الكنيسة وتؤمن بالأرواح الشدريرة والروح القدس والإله والزوج على العكس تماما نلاحظ أن الجانب الروحاني عنده شبه ميت وإيمانه جدا ضعيف أو غير موجود الزوج يبغي يسوي هذه المزرعة علشان يأكل ويشرب منه هو وأبنائه ويحسن أسلوب حياتهم مستقبلا والزوجة همها الوحيد إنهم يرجعوا وعيشوا في المدينة مع باقي البشر ومثل سائر العائلات يعطينا المخرج هذه التفاصيل الصغيرة وهذا الصراع في البداية ويتركنا ننتظر النتيجة هل راح تتماسك الأسرة هذه في ظل هذا الصراع وإلا راح تتفكك فوق ما هي متفككة الفيلم يصلت الضوء بشكل واضح جدا على جانب الأسرة وإيش هي الأسرة أصلا أو إيش هو المعنى الحقيقي لكلمة عائلة هل علشان تكون عائلة سعيدة لازم تكون عايش ضمن شروط معينة وفي ظروف معينة وإلا مفهوم العائلة السعيدة يعتمد بشكل كبير على العائلة نفسها بغض النظر عن الظروف اللي حولهم فيلم عن الغربة عن الحنين للوطن عن التربية وعبء التربية عن الكفاح وعن الإصرار وعن التضحية وعن أشياء كثيرة للأمانة فضلا عن أن المخرج ركز على جانب الأب والعبء الكبير اللي يتحمله في سبيل إسعاد أسرته فتشوف يضحي بماله وبوقته وبسعادته وبصحته أحيانا ولكن للأسف الأب هنا بدأ يسلك طريق واعرة شوية إثر تركيزه الشديد على هدفه أو على نجاح مشروعه لدرجة أنه بدأ يضر اللي حوالينه من زوجه وأبناء إلى أن تصل الجدة أو أم الزوجة من كوريا وهنا يبدأ مسار القصة بالتطور والشخصيات كمان تبدأ تتطور برضه الفيلم كان ممل في البداية وقد تجد صعوبة في الانسجام مع أحداثه ولكن بمجرد ما توصل للجدة رح يبدأ يرتفع معك مؤشر الانسجام ورح تحس بفضول أكثر حول تطور القصة والأحداث الفيلم اللي أمان استمتعت فيه بصريا كون أحداثه ما بين الطبيعة والزراعة وبعيد عن ضجيج المدينة والموسيقى التصويرية كانت واحدة من الأشياء اللي خلتني أنسجم أكثر مع بعض المشاهد في الفيلم الأجواء العائلية المشحونة والتحدي اللي يواجه بطل الفيلم برضه واحد من الأشياء اللي تم الاعتناء فيها كتابة وإخراجة حتى الواقعية في الحوارات كانت من الأشياء اللي فعلا رفعت من قيمة الفيلم التمثيل ممتاز من الزوج والزوجة والطفلة مع تحفظي على أداء الطفل اللي كان واضح عليه أنه جالس يمثل وواضح أنهم واجهوا صعوبة في إيجاد طفل مناسب لهذا الدور ولكن مش الحال الجدة كانت أروع إضافة للفيلم للأمانة بالذات إنها جدة مختلفة مثل ما وصفها الطفل يوم قال ولكنها جدة غير حقيقية أداءها كان جدا جميل والكوميديا البسيطة اللي أضافتها للقصة والتطورات اللي أضافتها برضو للشخصيات واحدة من أجمل الأشياء اللي حصلت في الفيلم مشهد النهاية جدا جدا أعجبني ورسم لي صورة في دماغي أتوقع والله أعلم أنه كل ما بتقول لي اسم فيلم ميناري رح أشوف هذا المشهد مستحيل أنساه وأشوفها حاجة يشكر عليها الكاتب كيف تخلي مشهد معين يرسخ في بال المشاهد ويمكن معظمكم مربضي التجربة لذا شاف الفيلم صح؟ تقييم ميناري على موقع IMDB 7.6 من 10 وتقييم الشخصي 8 من 10 ومدة الفيلم ساعة وخمسة وخمسين دقيقة ومناسب لمن هم فوق 13 سنة الفيلم الرابع نوماد لاند ربط للفيلم هذا كثير صح؟ ألمم يا حبيبي الفيلم هذا من أروع التجارب اللي خذته في 2020 للأمانة ومحال جدا أنساه فيلم متماسك للأمانة من كل النواحي إخراج تمثيل سينماتوغرافي موسيقى حبكة وواقعية في السرد جدا عجيبة الفيلم مأخوذ أحداثه من رواية للكاتبة جيسيكا بيردر ومن إخراج ألعب قرية والصاعدة كلويت شاو أو كلويت جاو عن فيرن الأرملة اللي تقرر أنها تغير أسلوب حياتها من الروتين البشري السائد وتنتقل إلى العيش على طريقة النوماد أو الرحل إيش هو النوماد أو الرحل يا وجيه النوماد أو الرحل هما ناس يعني يعيشون على الطريق خلينا نقول كل شخص منهم عنده سيارة والسيارة هذه هي بيته وحمامه وغرفة نومه ومكتبه ووسيلة تنقله اليوم في الشرق بكرة في الغرب ويشتغلون في وظائف موسمية بشكل مستمر يعني ما عندهم أي وظيفة ثابتة اليوم في أمازون بكرة في مزرعة بعده في متحف بعده في محطة بنزين بعده في مطعم وعلى هذا الحال وقد تمر عليهم أيام يكونوا عاطلين وبلا عمل إلى أن تجيهم فرصة ثانية يقتعتون منها قد تشوف أنت أسلوب حياتهم صعب وممل بالنسبة لك ولكن بالنسبة لهم يعتبر حياة بالنسبة للرحل أني أعيش بهذا الأسلوب هو أحد معاني الحياة الجميلة اللي يفتقدها معظم البشر الغارقين في الروتين الجميل في الموضوع واللي أضاف للفيلم قيمة جدا عالية هو أن المخرجة ما استخدمت ممثلين غير البطلة كل شخص تقريبا في الفيلم غير بطلة الفيلم فرانسيس مكدورمند هم ناس فعلا رحل أو نومات وبعض المشاهد في الفيلم تم تصويرها كذا بعفوية وبساطة وكأنها مشاهد من فيلم وثائقي كذا ليوهلة راح تحس كأنك تتابع عمل وثائقي في بعض المشاهد مش بس فيلم درامي على الرغم من أنه جزء كبير من الفيلم عبارة عن صمت مطبق ومشاهد لناس ينتقلون من مكان إلى آخر إلا أنه السينما تقرافي كان لها دور كبير في أنها تخليك تنسى هذا الصمت مخرجة ما هي سهلة كلوي تفوقت على نفسها في هذا الفيلم وأخرجت لنا عمل فعلا يستحق نرفع لها القبعة علشانه القصة كده بالمختصر يعني بطلت الفيلم بعد عدة مطبات في حياتها وبعد ما شافت الأخضر واليابس والصافي والغابر زي ما يقولوا قررت أنها تنتقل للعيش بهذا الأسلوب اللي هو أسلوب الرحل أو النوماد وطول الفيلم راح تكون أنت جزء من رحلتها الغريبة والمميزة والفريدة من نوعها الفيلم للأمانة رسم الابتسام على وجهي في أكثر من مشهد وخلاني أدمع في أكثر من مشهد والموسيقى التصويرية والنص البسيط والواقعي والصور لهم الدور الكبير في تمرير هذه المشاعر ليا التمثيل وإن كانت تحمل عبءه وحيدة على عاتقها الممثلة فرانسيس إلا إنها أبهرتني كعادتها وصيكم تتابعو لها بعض الأفلام زي فيلم ثريبل بورد وفارغو مرة رهيبة الممثلة نوماد حصل على تقييم 7.6 من 10 على موقع IMDb تروني أغير تقييماتي في الأفلام بعد ما شاهد الفيلم أكثر من مرة وهذه المعلومة تعلمتها من مؤسس موقع IMDb يقول لا تقيم الفيلم من أول مرة تابعوه أكثر من مرة علشان تعطيه تقييمه الصحيح مدة الفيلم ساعة و 47 دقيقة وتمنيت لو إنه كان أطول شوية والفيلم مناسب لمن هم فوق 18 سنة خامس فيلم يقول بدر عبد المحسن ومهندس الكلمة تبغاني أحبك للعذاب ولا أحبك للألم أنا حتى مدري وش تقول عالي السكوت ما أسمعك هذه الأبيات يا جماعة كده تلخص جزء بسيط من قصة هذا الفيلم الجميل وحبيت أقتبسها للأمانة لأني مرة أحبها وبالمختصر المفيد وعلشان لا أطول يعني في مراجعة هذا الفيلم ولا أطول الفيديو أكثر من اللازم روبين وحبيبته عندهم فرقة موسيقية هو يقرع الطبول وهي يتغني حياتهم عبارة عن صخب وصوت عالي وإزعاج مرة إزعاج فضلا عن أنهم يعتنقون العدمية ولا يحملون في قلبهم ذرة إيمان وفي يوم من الأيام يبدأ روبين يفقد سمعه تدريجيا إلى أن يصبح أصم بالكامل وتبدأ هنا حياته بأخذ مسار جديد واختبار لإيمانه بنفسه وبباقي حواس مسألة أنه بدأ يفقد سمعه بشكل تدريجي هذه الحالة هي حاجة جدا مخيفة للإنسان الطبيعي فما بالك بشخص السمع بالنسبة له هو لقمة عيش ومهرب الأول من الواقع تحدي صعب بالنسبة لبطل القصة والأصعب أنه كيف تخليني أنا كمشاهد أعيش هذه التجربة بكافة تفاصيلها ثلاث حاجات تميزة الفيلم وخلتني أرفع له القبعة احتراما وتقديرا لكاتبه ومخرجه أولا أداء ريز أحمد الأسطوري واللي ترشح عنه للأوسكار كان حاجة أقل ما يقال عنها واو بيرفكت الولد جدا موهوب يا جماعة وله مستقبل عظيم ينتظره لو عرف كيف يستثمر نفسه في الأدوار الصح وأداء النجم القدير بول رايجي كمعلم ومرشد خلاني أستشعر كل كلمة قالها وكل حوار خاضه معروب بالذات لما كانوا يخوضون المحادثة التي تتعلق بالإيمان والملكوت وتقبل النفس أرطي في أخي ذاك المشهد كان حاجة ما تنوصل في الأمانة كلكم والمؤثرات الصوتية اللي خلتني أخوض تجربة مشابهة جدا للتجربة اللي جالس يمر فيها بطل القصة كوم ثاني راح تستشعر كده جزء بسيط من إنه كيف بدأ يفقد سمعه تدريجيا كيف بدأ يسمع الأصوات من حوله بشكل غريب مع الوقت إلى أن فقد سمعه بشكل كامل الفيلم حاصل على تقييم 7.8 من 10 على موقع IMDB مدة الفيلم ساعتين ومناسب لمن هم فوق 18 سنة أما بالنسبة للفيلم السادس والسابع أعتقد لو حصل تعاون بين شركات الإنتاج كان يقدرون أنهم يخلون هذا الفيلم فيلم واحد ومدة ثلاث ساعات لأن أحداث الفيلمين أول شيء مقتبسة من أحداث حقيقية وحصلت في نفس المدينة وفي نفس السنة والأشخاص متورطين في قضية واحدة على الأقل أو مبدأ واحد وهو مبدأ الثورة أو الثائرين الفيلم الأول The Trail of the Chicago 7 من إنتاج نتفليكس والفيلم الثاني Judas and the Black Messiah أو المسيح الأسود من إنتاج HBO Max الفيلم الأول يحكي قصة محاكمة شهيرة جدا لسبعة أشخاص من فئات مختلفة من المجتمع الأمريكي ولكن هدفهم في النهاية واحد وهو الثورة السلمية ومحاولة إيقاف حرب فيتنام اللي استهلكت فيها الحكومة الأمريكية أرواح كثير من الشباب وبشكل عشوائي والفيلم الثاني يحكي قصة الثائر الاشتراكي ورئيس حزب الفهود السوداء فريد هامبتن ومحاربة للرأس مالية في أمريكا الفيلم الأول يناقش قضية مختلفة أي نعم ولكن كان لشخصية فريد هامبتن تواجد فيها مع التركيز بشكل كامل على السبع الثور والفيلم الثاني يناقش قضية فريد هامبتن بشكل خاص وخيانته بواسطة أحد أعضاء حزب الفهود السوداء الفيلم الأول السرد كان فيه أرتب وأفضل والسيناريو كان ممتع ومثير للانتباه ومسكني من أوله إلى نهايته والفيلم الثاني كان رتم بطيء وممل إلى حد ما واجهت صعوبة وفي إني أتابع دفعة واحدة للأمانة تابعته على دفعتين ما قدرت تابع دفعة واحدة الفيلم الأول الممثلين فيه تقريبا كلهم كانت أدوارهم جدا جميلة وتم انتقائهم بعناية بالذات ساشا وجيرمي ومارك بدور المحامي والفيلم الثاني حقيقة أفضل ممثل فيهم كان لاكيث ستانفيلد بدور بيل اونير دانيل كلويا يعني مع كل الاحترام والتقدير ما كان مناسب للدور ولا خدمته الكريز ما تبعه كده حسيته قاعد يبذل جهد أكثر من اللازم فيه تقموص للدور ما هو لايق عليه الفيلم الأول كان واضح فيه كثير من التفاصيل وانتهى وأنا فاهمه بشكل كامل وصفقت له في النهاية جلس تصفك فعليا والفيلم الثاني للأسف توهني في بعض جوانب القصة ولكن يعني السينما تقرى فيه كانت فيه كويسا يعني دور له شيء حلو الأول تقيمه 7.8 من 10 على موقع ايم دي بي وشخصيا قيمته 9 من 10 والثاني تقيمه 7.6 على موقع ايم دي بي وشخصيا قيمته 6 من 10 الأول مدة ساعتين وتسعة دقائق والثاني مدة ساعتين وستة دقائق وكلاهما مصنفين لمن هم فوق 18 سنة شوفوا أول شيء ذا تريل أو ذا شيكاغو بعدين شوفوا الفيلم حق فريد هامتون الأول ممتاز جدا ومبسط في متابعته وأشوفه يستحق الترشح للأوسكار ولكن الثاني للأمانة أحس أن الموضوع كذا إما مجاملة أو تسليك من الأكاديمية مرة ما يستاهل حلو بس مش للدرقاء دي طيب خلونا الآن ننطلق إلى جزئية 8 ترى سوف يحصل على الأوسكار برأي الوجيه طيب جوداس أن ذا بلاك مسايا أو المسيح الأسود مستبعد من بدري ولو فاز بطريقة ما بالأوسكار راح حلوك شنبي راح حلوك وذكروني بس انتو كي فيلم ميناري نشوفك على خير أوكي جميل الفيلم بس مش أوسكار The Father حبيبي ونور عيني صراحة أنتوني هوبكنز بس برضو يعني مش أوسكار فنشوفك على خير Sound of the Metal على السكوت ما أسمعك برضو جودلاك Manc حبيب قلبي فينشر وهدية الجميلة لروح والد وحاجة برضو جدا تدعو للفخر ولكن برضو حتوحشنا يبقى عندنا كذا إيش The Thriller of the Chicago 7 وNomadland وأنا صراحة مخي هنا بدأ يهنك لأنه كل الفيلمين صراحة حبيت ولكن لابد تختاري وجيه فخلص علينا ترى الفيديو طوال كم نص ساعة ولا كم ويوصل هذا أوكي Ladies and gentlemen The Oscar goes to Nomadland Yes Yes Thank you Thank you برضو تذكروني حلوك شنبي لو ما فاز أوكي حيفوز بإذن الله حيفوز إن شاء الله حيفوز وإذا فاز أباكم تعطوني هدايا أوكي أعطوني هدايا رسولي جوائز أو أسكر سألوا أي أي أعطوني هدايا توقعت أفضل فيلم وجاصح إلى هنا نكون نصل لنهاية الفيديو أعتذر على الإطالة ولكن هذا الفيديو يحصل مرة واحدة في السنة فتحملوني بأه وتعال تابعني في سناب شات اللي مزيد من الهرج والبربر والكلام الكثير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وخذ لك لفة في القناة يا أخي ترى عندنا أشياء كثيرة مش واقفة على الفلام والمسلسلات في قصص في شطحات خذ لفة كذا في القناة إذا انت ذايني أول مرة تشوف الفيديو ذا كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم